شدد رئيس مجلس الوزراء على أنه تم التوافق على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون بنيه بحلول العام المالي 2024-2025 كما أضافه مدبولي أنه تم تشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء لمتابعة الالتزام بسقف الاستثمارات العامة إحنا حطين تارجت أو هدف للعمل المالي 2024-2025 أن تكون إجمالي الاستثمارات العامة وده طلع بقرار من رئيس الوزراء وده الأول مرة أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة وهنا أنا بعني مش فقط الوزراء والجهات الموازنية ولكن أيضا الهيئات الاقتصادية والشركات الخاصة بقطاع الأعمال والشركات اللي الدولة كلها كل جهات الدولة مساهمة فيها بحيث أن إجمالي سقف هذه المساهمات أو الاستثمارات من كل جهات الدولة لا تجاوز التريليون جنيه وتم تشكيل بقرار رئيس من الوزراء لجنة بتضم في عضويتها كل الوزراء المعنية وأتكون برئاسة ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات علشان تتابع الانضباط والحوكمة في تحقيق هذا المستهدف وحيكون هناك تقارير دورية بتطلع من هذه اللجنة واللجنة دي تحت إشراف المباشر عشان أضمن أن هناك حوكمة وتحقيق لهذا المستهدف بصورة كبيرة هدفه إيه؟ نزي ما بنقول بنخفض من الاستثمارات العامة من الدولة في مقابل أن القطع الخاص هو اللي يقود في هذا الشأن